طبعاً وحنا بندرس في كتب التاريخ لما الاحتلال العثماني لمصر إيه اللي عملوا أحد الحاجات أخطر حاجة عملها؟ بقول لك خاد الصناع المهرة من مصر كلهم أو معظمهم ووداهم تركيا ده مسلسل أرابيسكي ووثق الواقع دي طبعاً هو التاريخ بها مسلسل أرابيسكي واخد من الجزء التاريخي إن أنت لميت كل الصناع المهرة عشان تتقدم أنت في تركيا وده اللي عملتها في معظم وده واحد من أخطر حاجات عملتها تركيا مش في مصر في الدول الإسلامية والعربية اللي احتلتها في هذه الفترة لحالكة السواد فأنت مصر طول الوقت كان عندها هذه الميزة تحت الحرف والحاجات اليدوية والمشغولات من أحد أسوأ النتائج لانتشار التوك توك في مصر هو القضاء على مهن كتيرة وحرف كتيرة الشاب الزغير اللي كان بيجي يروح يتعلم يبقى مثلاً في ورشة كويسة ولا صناع كويسة وبيقعد يتعلم شخصية بيليا الشهيرة جداً اندسرت أو كادت أن تندسر لأنهما بيقولك أنا أسوق التوك توك أخذ لي 200-300 جنيه في 3-4 ساعات أفضل معط طول اليوم مع المعلم أو الأسطة بتاعي فقط 50 ولا 100 جنيه فأنت ما بين هذا الأمر وزاك ما بين عمله الأتراك واللي عمله التوك توك حصل فيه تراجح كبير جداً في فكرة الصناعية الصناعي اللي هو الأسطة اللي يقولك درجة الأسطة اللي بيعملوا دلوقت المعرض بتاع الدورة دي اللي هو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أنك أنت بتحاول ترجع الهمية والاهتمام بالحاجات خصوصاً اللي هي عايزة صنعها عندك 1500 مبدع مشاركين في هذا المعرض بيشتغلوا فيه حوالي 28 حرفة ومهنة أنا يعني شفت السنة اللي فاتت لما السيد الرئيس كنت موجود في المعرض خلال الافتتاح ولفيت حاجة تبهر حاجة يعني فوق الوصف ويبقى السؤال دايماً اللي أنا كنت سألتوا الناس كثيرة جداً كيف يمكن لك أنه هذا العارضين الصغار أو الأليلين تخليها ظاهرة عامة في البلد مش بس أن أنت بتنتج وبتبيع العشر خمساشر أو نغبة من الناس اللي عندهم قدرة يروحوا معرض في أرض المعرض في التجمع لا أنه يبقى ده نشاط اقتصادي حقيقي بحيث أن أنت تنتج وتقدر تبيع لأنه أنا عملت مفرش أو زي أو حاجة ما بطريقة جيدة جداً وعملت ميت واحدة بعت الواحدة بميت جنيه بس أنا عايز أعمل انتاج ضخم بأسعار تنافسية وده الحقيقة الوضع الحالي بيخلي برضو سعر القطع عزيز طبعاً لأنه هند ميت بالضبط أنا شفت تجربة في الصين من حوالي سنة 2006 زرت قرية في الصين هي القرية المتخصصة فقط في جزء من صناعة الحرير والقرية التانية جزء تاني في الصناعة دي يعني بيكملوا بعض بيكملوا بعض فأنت بتدي الناس بس لما يبقى انتك كبير بتقدر تبيع وتكسب ولذلك إنت إحنا محتاجين آلية وأنا أتصور أنهما الفكرة المعمولة في المعرض ده هي فكرة أن إنت إزاي توصل أولاً بتشجع هذه الصناعات وبتخلي الناس تقود بالها منها وفي نفس الوقت تبتدي تفكر في التحول إن هي تبقى ذاتة إنتاج اقتصادي حقيقي عشان أن ترجع قيمة لأن إحنا فترة من الفترات جزء كبير من الصناعات اللي هو إيه معتمد على الحاجات المستوردة قليلة الجودة أو اللي هو ماشي تجيب الحاجة المستوردة ترجع تبوز بعد بكرة فأنت محتاج تشوف آلية للتوسط فيها إذا الأمر ودع